السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم ومرحبا بكم من جديد قول الله عز وجل فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين قرأ رويس بضم التاء الأولى وضم الباء الموحدة بعدها وكسر أليا التحتية المشددة على البناء للمفعول تبينت وقرأ الجمهور بفتح الثلاثة على البناء للفاعل تبينت قال الإمام ابن الجزري في الدرة تبينت الضمان والكسر طويلة وقال في الطيبة تبينت ما انت وليتم غلى ضمان ما كسر وتوجيه قرأة الجمهور وهي على البناء للفاعل تقديره تبين أمر الجن أي ظهر وبان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وظهر كونهم لو عالموا الغيب لما لبطوا في العذاب أي ظهر جاهلهم فقد كان رؤساء الجن يوهمون ضعفاءهم أنهم يعلمون الغيب فلما خر سليمان عليه السلام ميتاً ومكثوا بعده عاماً في العمل تبينت السفرة من الجن أن الرؤساء منهم لو كانوا يعلمون الغيب كما ادعوا ما لبطوا في العذاب وأما على قراءة رويس فالتقدير علم من حال الجن أنهم لا يعلمون الغيب وقد قرأ في الشاذ تبينة الجن بنصب الجن أي تبين الإنس الجن وقرأت ضحاك تبينة الإنس بمعنى تعارفت وتعالت وفي قرأة ابن عباس وأبي وعلي ابن الحسين تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب وعن ابن عباس وبن مسعود وبن شنووذ تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حوله وفي قرأة ابن مسعود وهم يدأبون له حوله والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته